اشتركوا في القناة 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 نقعدين طبعا احنا في وطننا العربي الاكل لما نادرا ما تلاقي يعني العامل دايت يعيني عليه لازم يروح يوضع على جنب عشان الاغراءات الكتير وايه الحب الامومي دايما الام حبيبي كل ده ما بيحبوش نعمل دايت بيخافوا علينا فدايما بيبقى قدامنا خطعة عيش منخلصها ومنكل تلاتة قدها او شوية رز مغرفة ونقوم حطين اربعة جنبها فالفكرة فين؟ الفكرة انه ساعات عشان نبتدي الدايت فمنقوم عاملين مثلا اسبوع او عشر تيام كده دايت صريح انا حاكل بروتينات حاكل خضار شوية دهون بسيطة وصحية وحشيل تماما النشويات فبقى على قليل عارفة او عارف اني انا دلوقتي باخد بروتين وخضار وعارف السعرات وهي اكتر حاجة مغرية اللي هيش السخن والرز والحاجات دي طيب بيوحشنا لو قررنا نكمل على الدايت دا اني انا لما عملته بصراحة كان دهون قليلة جدا خضار كتير جدا وبروتينات برحتي بقى اسماك لحوم فراخ اللي انا عايزة فخصيت عليه بعد الولادة قعدت شهرين تقريبا لا خصيت 8 كيلو بعدها ابتديت ادخل النشويات واحدة 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 بشويش ادخل بطاطا بطاطس حاجات طبيعية لانه حتى جسمنا بيتعود على غياب النشويات بقى هضمها صعب النهاردة حنروح في عقر دار النشويات عايزين نعمل رز بس مش رز وناكل ساندوش مش بالعيش وناكل سوشي من غير رز برضو البديل اللي بقى شهير مؤخرا حاجة اسمها كاليفلاور رايس هتلاقوه كتير وصفات لي كبيرة وكتيرة وحنستخدمه بحلقة الكيتو اللي هو من الارنبيت فكرة كمان انه احنا بيوحشنا شكل اكل معين مش بس الطعم اكل معين طبعا الطعم عمرنا ما حنحقق غياب الرز او النشويات بمية بالمية بس شايفين ده تحسوا ممكن يبقى بديل للكسكس بديل للرز بيوحشنا انه يبقى فيه مثلا بسلة معمولة من غير دهون كتير ولحمة وخضار نقدر ناكلها وناخدها كده جنب عارفين الطبيخ بقى جنب معلقة كده تاخد النكهات من الاكلة الرئيسية وتبقى بديلة للرز الارنبيت بكل بساطة لا حنسلقه ولا حنشقه ولا اي حاجة حناخده وحنقطعه نشيل الرزات يعني نقطعها كده ونطلع الزهرات بس ونحاول نشيل دايما القطع التخينة دي لانه هي دي لما نيجي نضربها بمحضرة الطعام هي اللي بتفضل القطع التشونكي الكبيرة تعالوا نعمل الكالي فلاور رايس ودي ممكن تتعامل احنا نهاردة هندخلها بالاكل الصيني حامل فرايد رايس بحب دايما استخدم الوصفات في اكلها نكهاتها طاغية تخبي غياب الرز او تطغى على طعم الارنبيت طيب تعالوا نعمل الرز الاول مع بعض محضرة طعام من ميانتا دايما بقول لكم قد ايه هي عملية ومفيدة وفي الدايت على فكرة بتساعدنا كتير لانه ممكن نعمل حاجات كتيرة من غير زيوت نخفي مثلا ممكن نعمل باستو مع سنة زيت نضرب الحاجة كويس وتدينا النتائج مقبولة بالطعم يعني ما تحسش بغياب الزيوت والدهون هنا هناخد الارنبيت مش هنحط كميات كتيرة وعلى فكرة ممكن تحضروه تحطوه بعلبة بالتلاجة علشان يعني تسهلوا عن نفسكم اي وقت محتاجين تعملوا رز تطلعوا عليكم بكل بساطة لما تبقى حاجة ساعات يعني مثلا شايفة كله يتفرموا فيه قطعة مثلا محتاجة تتحرك فيه هنا خاصية اسمها بلس الومدات او النبضات بعمل كده يتبقى تريعة خلاص وارد ان تفضل عندنا قطعة او اثنين نضربهم مع الكمية المتبقية تعالوا نبص على النتيجة نشيل المفرمة حدو نحطها هنا وعايز اوريكم النتيجة قد ايه سهلة وسريعة اهو بكل بساطة عشان هنعمل كمية من الفرايد رايز الفرايد رايز هو اكلة صينية اللي هي الرز ممكن بقى مع لحمة مع سمق مع اسماك او مثلا بالذات جنباري النهاردة هنستخدم الجنباري ومع فراخ او من غير اي حتى لحوم خلينا نحط الرز ده هنا على جنب والنهاردة هنعملها بالجنباري فهناخد الجنباري ونقطعه اصغر لما تبقى الفرايد رايز حلوة اللقمة تبقى فيها سواء الفراخ او اللحمة او الجنباري قطع صغيرة زي الخضار فانا هقطعه تشونكس كده عشان كده لما نيجي نعمل اكلة زي دي مش هازم نجيب الجنباري التازة ممكن المجمد طالما هنفرمه او نعمله زي الكفتة او النهاردة كمان هعرفكم مع طريقة تعملوا فيها الباني من غير برده بقسمات ومن غير نشويات عندنا للفرايد رايز كالعادة توم وجنزبيل وبصل ودي برده نكهات هتغطي على غياب الروز وعندنا بصل اخضر الخضار بسلة عندنا درة عندنا جزر في الالوان دايما في الدايت كمان نحاول نزود الفوليوم او الحجم من الخضار مشبع مفيد مليان الياف اقل سعرات حرارية فمثلا لما كنت باكل 100 جرام لحمة مثلا اخد جنبها 250 جرام خضار كنت بنقي برده الخضار مش المسكرة قوي يعني مثلا لو هاخد درة ما تبقاش كتيرة الدرة هي فيها سكر نسبة السكريات طبيعية اقل السكر شوية كل التقليل ده ما هي النشويات تتحول لسكر هي دي الفكرة في النشويات وبقلل السكر شوية في الخضار وبقلل الدهون فبالتالي اكيد اكلنا هيبقى صحي اكتر وسعراته اقل وفي كل العناصر الغذائية معا ده طبعا النشويات واعتقد ده اللي بيساعد انه جسمنا يبقى محتاج طاقة لانه يقال انه النشويات هي اعلى مصدر للطاقة السريعة يعني لما الواحد عايز ياخد طاقة سريعة بيتحول على طول النشويات الى سكريات بتدينا طاقة فهنا احنا عندنا جسمنا لما يحتاج طاقة حيطر يحرق من السعرات هناخد شوية زيت انا عندي هنا زيت سمسم هحط شوية زيت سمسم هنكتر الزيوت النهاردة هنحاول يعني امسك نفسي شوية بس هي دي كمية كبيرة احنا هنأكل منها بورشن صغير بخلط مع زيت سمسم زيت نباتي فحيطلع نصيب الشخص منها نسبة قليلة من الدهون هناخد التوم والجنزبيل الاول وبرضو دول مفيدين جدا اصلا للديتوكس يعني الجنزبيل دايما بيقولوا لنا خدوه مع الميا للديتوكس فحكتر الجنزبيل بالوصفة وتعالوا ناخد البنبري اللي حضرناه طبعا بفضل استخدام الووك دايما في الاكل الصيني علشان الحرارة توزيعها حل وبتحمر بتعمل ستير فراي بشكل لذيذ هناخد معلقة نقلب دي اصلا لوحدها كده اكلة يعني تتاكل بالشوكة مع الخضار وممكن نحط لها كرومب نقطع الكرومب يدينا شعور النودلز نقطعه كده شرايح رفيعة هتبقى اكلة طبعا اكلات اللي خالية من الكاربز في كل الدايتس سهلا هقولكم كله ستيك وخضار احنا من رايحين لبدائل للوصفات اللي هي فيها رز يعني اكنش عامل ستير فراي رايس وانا عامل دايت خالي من النشويات فدي فكرة حلقة النهاردة بدائل الرز والنشويات طيب هنحط ايه هنحط بصل اهو هنحط الجزء الابيض الابيض من البصل الاخضر الاول ونخلي الاخضر نخلي ده للاخر نقلب انا عليت الحرارة وحنسيبهم يتشوحوا شوية يستوي لانه كل الخضار هنا عندي جزر مبشور سريع فلفل الالوان بيستوي بسرعة ومنسيبه اصلا كرنشي بالاكل الصيني البسلة مطلعينها من الفريزر وحطيناها بمية سخنة فكت وقلمص بستوية فحتأكد انه الجنباري استوى بالفاصل ونرجع بعد الفاصل نخلص الطبق ده بسرعة جدا ونضف له نكهات شهية تعوضنا عن غياب الرز الرز اللي حضرنا ده هيبقى هو البديل بس النكهات برضو هي اللي حتيدينا الحالة المتكاملة لناكهة وطعم لفرايد رايز استنونا بعد الفاصل جاهزين نضيف دلوقتي الخضار ل السير فراي او الفرايد رايز اللي منحضره هنحط بسلة نحط دورة وحنحط فلفل الوان هتقطع الفلفل الالوان بس كده قطع اصغر عشان برضو يختلط مع الفرايد رايز هم تقطع شرايح هقطعه كده تبقى كلها كده الحاجات قطعها قريبة من بعض حجمها يلا فلفل الالوان وحنحط كمان الجزل هتنشوف هنحتاج اكتر خلص كفاية كده نقلبهم لحد الوقت ما حطناش ولا ملح ولا فلفل هي مجرد شوية صوية لو عايزينه شوية مسكر سنة عسل عشان ندينا شوية نكهة الترياكي نقلبهم هنحتاجين الحرارة تاعلى سنة هتنشيل الخضار دي علشان هنحضر بعد كده طبق بالسالمن سمك السالمن من الاسماك المفيدة جدا فيه دهون يعني نسبة دهون هي من الاسماك الدهنية شوية بس الدهون اللي فيه مفيدة وفيه اوميجا ثري كتير واحنا محتاجينها واحنا عاملين دايت ليه بقى؟ لانه الدايت ده بالذات من الحاجات اللي اقتر حاجة يعني البنات اكيد هيفهموني بتأثر على تساقط الشعر على بشرتنا على وشنا ومحتاجين ناكل من الاكلات اللي مليانة اوميجا ثري ومليانة فوائد احنا هنا كل الاكل مليان فوائد شايفين نسبة دهون قليلة جدا مفيش اي حاجة انا بس يا دوبك بسخن الخضار دي مع بعض يعني بتفضل فراش عادة في الاكل الصيني فهستخدم كمان النهاردة الفاصولية الخضرة هاخد شوية زيت زتون اعلي الحرارة في الطاصة هنقدمها جمد السالمن السالمن هنعمله بنيه فكرة السالمن النهاردة هي تتطبق على الفراخ تتطبق على اللحمة تتطبق على الجنبري تتطبق على اي حاجة خلوني اواريكم القطعة اللي احنا محضرينها انا عملت بس تست عليها بصوا عملناها كيوبس برضو عشان نحكم البورشن شايفين دي بانية ولا مش بانية شكلها ايه؟ بانية تمام؟ كأنه حطين عليها بقسمات بس احنا مش حطين بقسمات هقولكم حطين ايه؟ خلونا بس نشوح الفاصولية هنا بالزيت ونحط لها شوية بس لمون وملح اللمون برضو من الحاجات الاسدتي او الحاجات المززة الحمضة بقوله بتعلي الحرق وبرضو من الحاجات اللي استخدمها كتير بالديتوكس وبرضو من الحاجات اللي بتدي طعم حلو للأكل وبتخبي غياب الدهون طيب قلبناهم يلا هنحط دلوقتي الارنبيت دلوقتي الارنبيت هو ده الرز بتاعنا النهاردة وهاتو نحط سويا سوس احنا محطناش قولنا ملح ولا اي حاجة سوس السويا لو لايت حطوه اكتر من الدارك دارك بيبقى طعمه قوي جدا ممكن نخفه بالمية تعالوا نقلب ستير فراي رايس شكله اكتر شبه الكوسكوس يعني برضو من الاكلات اللي ممكن نعملها والتي هي طواجن طواجن نتاكل جنب الكوسكوس تبقى خضار فراخ لحوم ممكن نعملها بدهون قليلة وبالتالي نقدم جنبها برضو بس ممكن نعمله ازاي صحيح بالزبط زي الكوسكوس نحطه بمصفه ونعمله على البخار حيستوي بسرعة مع شوية زيت زاتون او شوية خلينا بزيت زاتون ورشة ملح ويتاكل جنب اليخانات نقلب طبعا في ناس تفرج عنات تقولك وقف وخفف احنا عايزين اكلات دسمة يعني في ميز شو دايما دايما حتلاقونا عايشين معاكم كل الحاجات اللي منعملها بحياتنا التقليدية مناكل كتير منخفف منعمل اكلات دسمة منعمل عزمات منعمل كل دا يعني هو توازن في حياة الشخص عشان نحافظ على حياة سليمة ننسى ساعات كتير ناكل خضار خلونا نقعد شوية عسل نفكر بعض باهمية الخضار ننسى ساعات ناكل بروتينات مهمة سيفود فاحنا هنا معاكم يوميا تخلنا شوية الفترة اللي فاتت قلنا ناكل شوية صحي ونخس شوي تعالوا نقلب هنا وندقها هو لانه متقطع صغير مش هياخد وقت في السوا وزي ما قلنا الاكل الصيني كده كده بتبقى الحاجات فراش ما بتبقاش دبلانة تعالوا ندق هقول لكم بأمانة أكل شاهية الترميلة دي اللي هي حسني باكل كس كس أو باكل رز أقرب للبسماتي طبعا لأنه رز المصري بقى شوية معجن طعمها يجنن هنقلها بطبق التقديم ونحط لها كمان سمسم بس قبل ما ننقلها قلنا هنحط آخر حاجة هنا بيديها فراشنس البصل الأخضر خلاص بعد ما نتفي النار منضيف البصل الأخضر طبق مليان نكهات هتعن نقل دي هنا ودي هنا عشان نغرف يلا بينا وحنحط له سمسم السمسم الحاجات المفيدة والمكسرة بشكل عام الحاجات المفيدة في الضايت بس نستهلكها باعتدام أطفل عين دي اهو فكرت بنوع خضار تاني نفع نعمله كده بصراحة قلت ممكن لبراكلي بس لبراكلي ورقه يعقو أو الزهرة بتاعته فيها ورقيات أكتر من الأرنبيد وطعمه يعني ظاهر أكتر يعني you can't hide from براكلي ولونه الأخضر هيغطي على أي أكلة خلوا بالكم موضوع الشكل واللون ده بيفرق جماعة ساعات بيوحشنا شكل الأكل مش بس صعمه فمسلا شايفة كل ناس تاكل بيتزا تستنوا حلقة الأربع هتاكلوا بيتزا كيتو وبالتالي هي خالية من الكربوهدريت فكل الناس اللي بتفرج علينا تكملوا معنا حلقة الكيتو هي حلقة خالية من النشويات كمان هنرجع ده ورا ونقلب دول كده ويديهم تشويحة ساكين الخضار خدت لون حلو وده بيديها طعم نجنل رشة ملح وحط في النار خلاص عليها لأنه إحنا هنحط لها بالآخر عصرة لمون تبقى لذيذة هنا هناخد السمسم نرش السمسم ونحط كمان شوية كزبرة خضرة بتليق معاها جدا تليق مع الأكل الصيني and ترارارا فرايد رايس بالأرنبيط مع الجنبري مع الفراخ مع اللحمة من غير بروتينات اللي اتحبوه تعالوا نحطه قدامنا ونبتدي مع بعض نحضر السالمون هنا خلاص نبعدها التاسع عن النار وأول ما تطلع منها على النار نطفيها كده بسنة لمون وممكن كمان أرشلها رشة توم بودرة اضطلها شوية اللمون دول هيبقى طعمها حلو قوي نبص على الخضار دايما بطريقة مختلفة مش لازم الفاصولية هي بس يخنى ممكن نعملها كده ممكن تتعمل كمان بالفرن مع مثلا نعمل باشاميل لايت من لبن خالي الدسم بس ما فيش نشويات النشويات مش هنقدر نعمل الباشاميل طيب احنا هناخد كمان شوية سمسم اسود وحرش رشة كده برضو سمسم اسود دي لون حل ده مش حبة البركة ده سمسم اسود سحسته عايز كده لون حلو طيب تعالوا نتكلم على السالمون السالمون من الأسماك المفيدة جدا طبعا هو من الأسماك المستوردة لأنه أصلا يعني بلد المصدر البلدان الإسكندنافية البلدان البردة هناخد قطعة سالمون ستيك ونشيل عنها الجلد أوكي أو نشتريها متشال عنها الجلد ستنشيله لأنه الجلد من الحاجات اللي بتبقى فيها نسبة دهون عالية هنقطعها لسه وقت يكمش هنعمل الفنيت زي هنقطعها كده علشان برضو نحكم البورشن أوكي نحكم ايه نحكم البورشن البورشن اللي هي الكمية اللي حناكلها بقوا جاهزين علشان نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل أقول لكم ايه بديل البقسمات بشكل عام لأي وصفة انتوا عايزينها للناس اللي عاملة دايت خالي من النشويات بس امتى بعد الفاصل استنوا اذا عملنا الفرايد رايز بجد والله يعني دقناه كده بالفاصل قالوا لي لو ما كناش عارفين انه قرنبيت طعم القرنبيت دايما اكيد انتوا بتفكروا هيبقى واضح والله ما واضح الجنزبيل والتوم مدين الترميلة وفي ناس قالوا لي هو اقرب للكسكس هو فعلا اقرب للكسكس والكسكس بنعمله بوصفات كتيرة بس بغد النظر ريحل لذيذ لغياب الرز في دايت الخالي من النشويات احنا قولنا هنقول ايه هنقول بديل البقصمات تيجوا نشوف اصلا دي اللي هي السالمن اللي عملناها اهي شايفين وعملناها كمان بطريقة صحية هم ما ينفعش برضو وانا في الدايت اقول اني هقلل نشويات واقوم قليها دي بفراينج بالزيت العميق هتشرب زيت كتير برغم انه لو قلينا بزيت كوي يعني بطريقة صح مش هيشرب بس بنحاول نقلل سعرات هنا وهنا انا دايما بقول شوية الزيت اللي حمرت فيهم فنجان القهوة نختار السعرات حنصرفها فين لو كده كده انا هاخدها هاخدها منين ده بقى دقصمات مالوش حل تاني تعالوا اقولكم هوا موجود في كل بيت حالان ده جوز الهند جوز الهند اللي منشريف رمضان اللي بقى مع اليميش اللي هو من الحاجات اللي مسموحة بالدايت اللي انا قلت لكم انه طبعا المكسرات زي ما حطينا شوية سمسم هنحط هنا جوز الهند الجوز الهند نفس شكل البانكو وبنفس الوقت هو في نسبة دهون هتخليه لما يدخل اير فراير انا حطيت شوية بالاير فراير ياخد لون دهبي لانه لما يفاكرين كنا ناخده نحطه في الطاصة نسخنه يتحول لونه للدهبي بالسبب الدهون اللي فيه دهون طبيعية كوكونات اويل من الكوكونات ارمشة حلوة فراخ لحمة جنباري تقدروا تعمله فيه اي حاجة بانيه انتو عايزنها طيب وعلى فكرة لو حابين تحمروا بالزيت انا عارفة انه فيه ناس تفرج علينا عندها مشكلة مع الجلوتن فده طريقة انه نعمل البرادنج وهنا الجلوتن ما عندوش مشكلة ممكن يبقى مش عايز يعمل دايت بس عايز بديل البقصمات ممكن عادي دخلوه وتقلوه في الزيت عادي جدا وحيبقى بديل للبقصمات لكل الناس اللي عندها حاسية الجلوتن هنعمل ايه بكل بساطة عايزين اجلوه علشان نلزق البقصمات عليهم مش عايز احط بيد وزفارة هاخد مستردة وهي من اكتر الكونديمانس اللي اقل سعرات حرارية في كل حاجة موجودة من الكاتشاب من الباربيكي سوس هي المستردة بكل بساطة هتواخد فرشة اسهل كمان نوريكم بالفرشة بندهنها بالمسترد من كل الجهات والمسترد بيديها طعم حل ومنرشلها رشة ملح ومنحطها في جوز الهند that's it وممكن نحطه بالفريزر على فكر زي منعمل مع البناء اهو حرشلها رشة ملح حاجة نملاحهم كده كلهم عشان يبقوا جاهزين وحط هنا رشة ملح وبس بصوا في اسهل من كده بني اصلا طعم جوز الهند من الحاجات اللذيذة جدا وبقربش زي ما قلتلكم بسبب انه هو في دهون نحياخد لون حلو فتاني تعالوا ناخد اهو ندهنهم بالمسترد وممكن تحطوا لهم شوية توم ولمون التتبيل اللي انتو عايزينها ممكن تتبيلوهم بابريكا اي حاجة انتو هتحبوها وبعدين هناخدوا هنا على جوز الهند انا ما حطتش ماسترد هنا اهو انا تسرادي تعالوا نبص على اللي حطناهم بالاير فراير نشوف مراحل تحمير جوز الهند ارجع وقول لكم انه اللي مش عامل دايت وعنده مشكلة بالجلوتن فده بديل للبقصمات والبانكو البقصمات العادية او البانكو يتحمر بالزيت عادي جدا وحيطلع مقرمش كمان اكتر تعالوا نبص هنا بصوا لونه بصوا لونه وحلوته شايفين ريحته اصلا تجنن وهو بتدي اخد لون من كل الجهات والسلمن من الاسماك اللي ما بتاخدش وقت في السوا حرجعهم هتو نحط دول معاهم كمان وحلوة الارفراير من ميانتا اول حاجة زي ما قلت لكم ساعة الارفراير هزوه دلوقت وتاني حاجة زي ما قلت الولاد ممكن في اي وقت يستخدموها احنا في الدايت دي صديقتكم هناكل كل اكلة الدايت لما نرجع ناكل نشويات هنرجع ناكل بطاطس محمرة تفتكروا بعد ما عملنا الدايت وخسينا ووصل وزننا لوزن لذيذ وطعبنا عشان نخسر الوزن ده هل هنرجع ناكل مقالي كتير او ناخد سعرات حرية كتيرة من خليني بس اجيب حاجة كده قدامي من الدهون لا احنا ساعتها ممكن نستخدم المقلال الهوائية نستمتع بالاكل المقلي مع سعرات حرارية اقل ولو مش عايز اوفر السعرات خلاص انا وفرتها من هنا اصرفها نفسي في حتة كوكي نفسي في شوكولاتة نفسي في حاجة فالسعرات اللي هنوفرها من القلي خلال الدايت هي اللي هنستخدمها بالحلويات بكميات بسيطة طيب تعالوا دلوقتي نجيب الطبق حما على وشك يستيوه وناخد الفصولية اين الملقص دايما لما نيجي ناكل بروتينات نضف لها دايما خضروات على قد ما نقدر ادي حطينا ممكن تحطوا جازر زي اي سوتاء اعملوا اي سوتاء لذيذ وممكن ناخد نعمل طبق صلطة بسيط حواريكم دراسنج سهل جدا كمان للدايت هنكتر المسترده الخردل اهو ونحط زيت الزتون زيت الزتون بس عشان الفكرة العامة انه هو اقل سعرات حرارية بشكل كبير لا هو نفس السعرات الحرارية الزيوت كلها نفس السعرات الحرارية بس الفوائد بتختلف زيت الزتون من الزيوت المفيدة لنا فهي نختار اختيارات مش بس تقليل سعرات تبقى صحية هنحط لمون توقوني بقتر اللمون مع المسترد ورشة الملح ونضربهم كويس نعمل دراسنج ليه لانه هنأكل سلطة لازم نأكل ورقيات جنب الاكل فانا هاخد هنا جزء من خليني احط الطبق كده ورقيات مفيدة جدا ومشبعة يعني بتدينا شعور بالامتلاء ونبتدي دايما بالسلطة لانه هي برضو اللي بيبقى ساعات الواحد مش جعن او يشرب شوية مية ياكل سلطة ياكل خضار وبعدين يدوس في الحاجات اللي فيها سعرات فهيلاقي نفسه مش محتاج سعرات كتير هنحط من الدراسنج ده هنحط من الدراسنج ده تعالوا نبص على السالمن خلص ما بياخدش وقت خالص عشر دقايق بالكتير هنطلع السالمن اهو لونه رائع هخلي دولي يكملوا تحمير بس حطينهم ونحط الطبق ده قدامنا لحد ما القطعتين التانيين يخلصوا بحب اقولكم دايت او رنو دايت وحبكم لو انتم عاملين مثلا جاذرينج وحبين تاكلوا مع بعض اعملوا الاكل ده اعملوا كمية كبيرة اعملوا من الجنباري اعملوا تشيكن فينجرز اللي انتم بتحبوه هحط الطبق ده دلوقتي هنا ومعنا قد ايه وقت يا كنترول احنا هنحط باقي لدرسنج ده كده ونحطه هنا كمان ممكن يبقى ديبينج للسالمن طيب تيجو نعمل سوشي سريع جدا او نبتدي نعمل السوشي لانه احنا معنا دقيقة السوشي هي من الاكلات الشهية والشهيرة والناس تعتقد كمان انه هي قليلة السعرات الحرارية السوشي بيستخدم له كتير المايونيز وبيستخدم معا بتتقلي فيه هي الجنباري ساعة بيبقى مقلي السوشي الحديث يعني مش الساشيمي والحاجات اللي تتاكل رو انا عايزة بس اعمل حاجة عايزة اروأ صفرتنا كده نحط الحاجات دي كده طيب هنعمل السوشي ازاي النهار ده خليني اجيب ورق النوري السوشي من الحاجات اللي بتخلينا يعني واحنا مناكله او احنا في الدايت مش تهين السوشي انه يبقى من برة واخد شكل السوشي فده ورق النوري اللي هي التحالب البحرية بنشتريها جاهزة عملنا حلقة سوشي عفكرة بانه احنا بنتكلم عن السوشي حلقة من الالف الى الياء السوشي اكتبوا مي شو سوشي هتلاقوا حلقة من الالف الى الياء عملنا فيها كل حاجة واتكلمنا عن كل التفاصيل هنستخدم ورق النوري هنستخدم الخيار مقطعينه شرايح ممكن بالسكينة ممكن بالماندولين بس سكينة حمية نقدر نقطعه شرايح هنستخدم الكراب ستيك ده معمول من الكابوريا اوكي وحنستخدم السالمن المدخن هنعمل رول وما انه احنا مش بناكل كتير نشويات ممكن ناكل معاه برضو جبنة كريمي الخلطة دي بيليق معاه الجبنة الكريمي المودرن سوشي بس خلينا نتكلم اخر 30 ثانية كده عن التسوق دايما نلاقوا البدائل قليلة سعرات الحرارية حتى لو هي يعني طعمها اقل شوية نكهة عن الفول كريم كاملة الدسم هي مناسبة لنا من قلل سعرات يا جماعة في كل مكان يعني فكروا كده كأنه منوفر هوفر شوية من هنا ووفر شوية من هنا ووفر شوية من هنا وفرت مثلا 500-600 سعر ممكن اشتري منهم بمئة سعر قطعة شوكولاتة لو انا عايز اكل حاجة مسكرة مع القهوة مثلا فنقعد نحسبها كده قد ايه داخل سعر سعرات يعني انا مثلا بصرف في اليوم 2500 سعر حراري بتحرق ادخل اقل منهم عشان الفرق ده هخسروا من الدهون اللي موجودها بجسمي بس كل السعرات اللي حكلها ستبقى مليانة خضار وفوايد شوية دهون شوية زيوت شوية فيتامينات علشان وشنا وشعرنا هنطلع فاصل نرجع نعمل سوشي الخالي من الشويات يلا بيه موسيقى 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 قلت لكم حنعمل سوشي مع بعض بس بعد الفاصل كانت القطعتين التانين بقوا جاهزين ينضموا لطبق السالمون الشهي ودي الكوكونات جوز الهند اللي استبدلنا فيه البقسمات تعالوا نعمل سوشي طعمه حلو سهل وبسيط هناخد ورق النوري نقطعه شرايح كده وناخد هنا الخيار نحط قطعة خيار وهو على فكرة السوشي بقى فيه خيار بذات الماك كي روله كده هناخد سالمون هتوسكينا سالمون المدخن قلنا اللي احنا محتاجين الأوميجا ثري ومحتاجين الأسماك على فكرة مفيدة جدا في الدايت قليلة السعرات يعودوا يقولوا لنا السالمون فيه سعرات كتير بس مش أكتر من قطعة لحمة فيها شوي الدهن مش أكتر من حاجات كتير فعليكم بالمأكلات البحرية بالدايت هناخد السالمون ممكن نقطع من الكراب ستيك قطعة كده وحنبتدي نلفه بالشكل ده عشان الآخر حتة من السالمون دي علشان نجيب شوية مية على طرف ورق النوري كده ونضغط وبقى عندنا إيه؟ ده إيه؟ ده سوشي من غير رز طعمه حلو كراب ستيكس يعني هو شبه الكاليفورنيا شوية ليه؟ لأنه في الكرابس والكابوريا وفي السالمون ومعاء الخيار هنحطهم هنا نعمل كزا واحدة بسرعة يلا بينا وأنا جايبة هنا حطة بكيس حلواني جبنا كريمي لايت قليلة سعرات تبقى لايت يعني 30% بالدهون من الفرجن اللي هي بتبقى فول كريم فتاني هناخد ورقة النوري بسرعة بصوح هنشتغل خيار سالمون نحط كراب ستيك ونلفها بالآخر شوية ميا نشيل بس بآخر خطعة الخيار دي عشان نعرف نلزق شوية ميا بس هو السوشي بس نحتاج نقطة ميا ورق السوشي ده وبقت اهو بقت جاهزة كمان نعمل مع بعض طب ممكن نحط ايه تاني يا شاف ممكن نعمل جنباري فانيه زي ما عملنا دلوقتي السالمون او ممكن نفس السالمون نحطه برضو جوه واي خلطة فيها بروتينات ممكن تعملوها نحط قطعة كمان هاكبال قطعة شوية نلفها وناخد ميا على آخر قطعة سيبها ثواني كده لحد ما تلزق تعالوا بس اوريكم استنوا ممكن نعمل ايه ممكن ناخد عشان تبقى مثلا اليوم ده هنقلل الدهون في حتة تانية عشان نستمتع بالسوشي هناخد جبنة كريمي ونحطها كده على الوش اهو ننزلها السالمون مع الكريم تشيز مع الكابوريا مع الخيار خلطة لزيزة جدا ممكن ناخد بالآخر شوية سمسم كده اسود ونحطها على الوش عملنا سوشي وعملنا رز وعملنا باني انا مروحتش على الوصفات الدايت التقليدية انا بلاقي حلول يوم بدل من نبوز الدايت بتاعنا احنا ممكن جدا انه ناكل السوشي جوه الدايت وناكل الروز اللي نفسنا فيه جوه الدايت وناكل الباني جوه الدايت طرق التسوية زي ما انتوا شوفتوا احنا حطينا شوية زيت زاتون وحطينا بالمقلاع الهوائية يعني كل الحلول في الطهي كمان مهمة لما منبقى عاملين ادعي طبعا الفرن والشوية بالفرن ده من الحاجات اللي انتوا عارفينها والسلق يعني الحاجات التقليدية نكمل نحط كمان عليه كريم تشيز ممكن كمان ناكل جنبه برضو مايونيز هو فيه سراتشة بالمايونيز بتتعمل هنحضرها نشتري برضو الميونيز اللايت وفيه طبعا حاجات تبقى زيرو فات بس انا افضل اللايت بلاش زيرو فات قوي هناخد شوية من الميونيز مع السوس السراتشة الحرقة السوسات الحرقة ما بتبقاش مليانة سعرات بس لما نيجي بالضايت نزود الحاجات اقل السعرات عن الحاجات الدسمة ونحط في الطبق ده هنا جنبنا انا النهاردة ما عنديش الجنزبيل المخلل اللي هو جنب السوشي عادي تاكلوه سعرات وما فيش تقريبا سعرات اهو وهاتو نحط سمسم هنا تمام وتيجوا كمان نفسي اعملكم طبق مليان سوشي تحسوا كده يعني بدخلة السوشي عليكم كده ان هو ده ايه ده ده شكله مش سوشي شكله سوشي 100% طب تعالوا بس قبل ما نعمل كده نستفيد بفكرة عايزة افطر حاجة سريعة وانزل وحاشني الجبنة واللانشون الجبنة والتركي طب اكلهم بايه اكيد مش هكلهم كده بالشوكة ممكن نعمل حاجة بسيطة جدا 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 في الساندويتشات تعالوا نشيل دول استبدال العيش بالخص انا عارفة انه طبعا العيش حاجة والخص حاجة تانية تماما بس فكرة انه انا يبقى ماسك بايدي ساندويتش وباكله كده على السريع وانا ماشي عايزة اعمل حاجة في البيت وامشي بسرعة مش عايزة اكله بالشوكة بالشوكة حناخد عايش الكابوتش خص الكابوتش شفتوا عايش الكابوتش دي وناخد الورق بتاعه كده تمام عادي ممكن نقطعه كده عادي اوكي وبعدين ناخد جبنة وناخد تركي ناخد لانشون اللي احنا منحبه ده رومي مدخن نحط برضو البروتين شوية اكتر ممكن نحط فلفل الوان نزود الفايدة ممكن نحط طماطم كمان هتقطع بيقطعنا فيها السالمون ناخد واحدة تانية ناخد كده طماطم نحطها هنا قلنا اقل حاجة من الكاتشب والمايونيز والماستردة هي المايونيز اللايت واقل حاجة كمان الخردة للماستردة نحط شوية ماستردة ناخد شوية مايونيز لايت دايت عشان لو احنا داخلين عايزين نعمل فترة طويلة ويبقى لايف ستايل مش هنكون شديدين قوي قوي يعني شوية مايونيز هنا شوية هنا بدل مقفل على نفسي قوي بعدين اسيب الدايت خالص لا نستمتع بالدايت اهو عملنا هتوقعر بكم نقطعه من هنا عملنا ساندويتش اوكي شايفين المسكة دي شايفين المسكة دي بيوحشنا في الدايت نمسك الساندويتش كده وناخد جنبه عصير ولا نشرب حاجة خفيفة معاه انا كنت كثير النهاردة في الحلقة طعمه يجنن نقص طبعا العيش بس لفترة مؤقتة لحد ما نرجع للوزن اللي احنا حبيينه ونرجع ناكل باعتدال كل الحلول دي رز بالقرنبيط بديل للرز بديل للكوسكوس بناه بجوز الهند بديل للجلوتين فري يا جماعة سواء حتى توب الارفراير او قليتوب الزيت للنحمة والفراخ والاسماك والجنبري بديل السوشي لمحبي السوشي الكتاري لوقت الدايت لابش هنفارحوا بأكل سوشي مليان رز ولفة بسيطة فكرة ليها هي مش وصفة تقدروا خلال الدايت تستمتعوا بساندويتشز وقفوا خطف مكمل معاكم وصفات كتير يوم الاربع كيتو عندنا كمان خالي من الالبان وعندنا ايه تاني مننا وصفات كتير تابعونا حلويات واكلات شهية نوقف ونخفف مع بعض كل فترة في ميز شو وبحبكم وتابعوا كل حلقة الأسبوع باي موسيقى 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 اشتركوا في القناة